بسم الله والحمد لله بكل تأكيد تريد التأثير على اللجان التي كلفت بمراجعة مدونة الأسرة فكأنهم يلقون ببعض الآراء أو ببعض الاقتراحات يعني يهدفون إلى التأثير على هذه اللجان ولذلك أولا أحب أن أقول بأن كل ما يمكن أن يقال بأن هناك تسريبات وأن هناك سيكون النفق وأن كل ذلك باطل في باطل واللجان لحد الآن لا زالت تستكمل أو لا زالت في إطار التهيئ والتحضير ولم يصدر أي شيء وليست هناك تسريبات ولهم يحزنون لكن بعض الفعالية الحقوقية بين قوسين السياسية والدينية احتهية بدأوا يعني يحاولون التأثير فيقولون لا نطالب بكذا بمنع كذا وبإضافة كذا وبتعديل كذا وإلى آخره أحب أن أقول بهذا الخصوص ملك البلاد عندما أمر وعين هذه الجهات التي عليها بمراجعة هذه المدونة هذا دليل أولا على أن المدونة ليست وحيا يوحى فالوحي لا يراجع الوحي لا يراجع الوحي لا تشكل حوله اللجان للمراجعة وتصحيف إذن كون الموضوع مطروح للتصحيح والمراجعة فهذا دليل آخر على أن المدونة بين الحين والآخر تحتاج إلى مراجعة دائما لأن الحياة تستمر والمستجدات تستجد وإلى آخره فلا بد لهذه المدونة أن تساير الحياة الاجتماعية في المملكة المغربية إنما وجود أصوات نعرفها تحسب على الحدثيين أو العلمانيين وما شابه تطالب ببعض الأمور في تقديري تسيء إلى إمارة المؤمنين كإمارة المؤمنين فعندما يقول أمير المؤمنين بصفة أمير المؤمنين فإنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ثم يأتي هذا الحدث أو ذاك هذه أو تلك ليطالبون بتصحيح القرآن الكريم فتصحيح القرآن الكريم هذه جريمة جريمة دينية جريمة خلقية جريمة في حق الدستور المغربي الذي يعتبر المملكة دولة إسلامية وأن الإسلام ودينه الرسمي جريمة في حق مؤسسة إمارة المؤمنين دعوني أتكلم بصراحة أمير المؤمنين قل كأنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا بعضهم يريدوا تصحيح كتاب الله عز وجل فقوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين يعني يوصيكم الله فكلمة الله لا تعجبهم ويريدون وصية هذه الجمعية الحقوقية هذه الأستاذة هذه البرلمانية هذه المحامية أو تلك فعلينا إذن أن نترك وصية الله والوصية هنا ليست وصية أبن ابنهي الوصية نبي معنا الأمر هذا شريع من الله فليمكن والحال هذه أن نلعب بآيات الله عز وجل كذلك في تعدد الزوجات لا يملك أحد أن يمحو الإباحة لتعدد الزوجات كما في الآية الثالثة من سورة النساء لا يمكن لا يستحيل على أي أحد أن يمحو حكم الله في هذا الأمر أو إباحة الله في هذا الأمر يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هذه تبقى هكذا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ومن ثم فلعب بهذه الأمور كذلك أيضا في مسألة تعصيب فهل هؤلاء الناس أعلموا من الله هل هم أعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع والله كان الأصل الأصل أن نعتصم بالكتاب والسنة ونرتاح نحن مسلمون ولنا شرع من رب العالمين وسنة من نبي الأمين فعلينا أن نرتاح بشريعة الله لكن لا مانع من تجديدات وإفادات فيما هو خارج النص فيما هو خارج القرآن فيما لم يحسمه كتاب الله ولم تحسمه سنة النبي صلى الله عليه الصحيحة وبعد ذلك نجتهد كما يحلو لنا شرقا وغربا بالطول العرض طول يعني أما يعني لا أخذنا نحشمه نبدأ أن نستحي ينبغي أن نستحي من ملكنا ينبغي أن نستحي من مؤسسات إمارات المؤمنين ينبغي أن نستحي من مجلس العلم الآلة الذي هو مؤسسة دوسوريا يرأسه ملك البلاد ينبغي أن نستحي من علمائنا وفقهائنا من أنت حتى تريد تصحيح كتاب الله من أنت من تكون ما هي الجهة التي تحرضك لتصحيح القرآن الكريم القرآن الكريم خط أحمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر ولنجتهد بعد ذلك في كل شيء تفاؤل من عدمه أنا ربما ما دام المجلس العلمي الأعلى حاضر في هذه اللجان فأنا لا أتصور أن المجلس العلمي الأعلى سيسكت عن العدوان الذي يمكن أن يطال كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتوقع أبدا ولذلك أنا كل تفاؤل المجلس العلمي حاضر ثم بعد ذلك سيأتون بالشريعات تضرب في القرآن والسنة لا أتوقع ذلك ولذلك أنا كل تفاؤل نعم سأكون متشائما حتى إلى حد بعيد فيما لو لم يكن هناك المجلس العلمي الأعلى أو أهل العلم أو الذين أقصد المتخصصين في الشريعة الإسلامية ثم لا ننسى الزواج دين هذا هو الأمر الذي ينسه هؤلاء الحدثيون والعلمانيون الزواج دين بناء الأسرة المسلمة يتم في إطار ديني جعله الإسلام نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر الزواج قربه الزواج ميثاق غليض الزواج مؤسسة دينية خلينا نقول الزواج طبعا هي مؤسسة مجتمعية مؤسسة حقوق يقول فيها ما لكن في الني traumat 4 هي مؤسسة دينية قائمة على الدين رأى العدو الليل يكتبوا على سنة الله ورسوله العدو في المحكام يقول لك هو جفولان على سنة الله ورسوله فلا يمكن العادل يكتبك على سنة الله ورسوله ونتقدر لي على سنة الله مالك البلاد وإضافات حذف أمور إلى آخر لكني أنا على يقين تام أن مالك البلاد لا يقصد أبداً وحاشاه أن يقصد مراجعة القرآن والسنة حاشاه كيف لا وهو يقول بصفة أمير المؤمنين فإنني لا أحلل حراماً ولا أحرم حلالاً لا يمكن مالك البلاد يريد التجديد وفق قواعد التجديد الشرعية وليس التجديد من أجل التعسوف أو من أجل التكالب على دين الإسلام أقصد به هنا فتيات من 16 إلى 18 والمدونة تعطي الحق للسلطة التقديرية للقاضي ما أدري أن بالنسبة إلي الأمر عندي سياني لكن بالنسبة للجمعيات الحقوقية أظن أنه يجب توفير الجهود من أجل منع الدعارة التي قد نراها في بعض الأماكن لقاصرات هذه الجريمة الكبرى طبعاً عندما أقول منع الدعارة لقاصرات فهذه جريمة خلقية كبيرة جداً ولكن هذا لا يعني أنني أقبل بالدعارة فيما فوق 18 سنة الدعارة دعارة لكن هناك قاصرات يتعسف على شرفهن ويستدرجن ويغرر بهن في الوقت الذي لا أرى صوتاً يسمع من قبل بعض الجمعيات التي ترمي إلى الدفاع عن المرأة والفتيات والقاصرات وما إلى ذلك يعني ما بلك القاصرات تغير في الزواج ثم أنت أو هو يعني لست أعلم من القاضي نحن نقول بأن القاضي له سلطة تقديرية يعني بغي أن تبقى لهذا القاضي السلطة لأن هناك مشكلات كثيرة فلنتصور مثلاً أسرة فقيرة جداً يا الله هذه الجمعيات يشوفوا هذه الفتيات التي اعتبرهم قاصرات 16-17 سنة وأسرة فقيرة جداً ثم جاء عريس ذو خلق ودين وسيساعدوا مادياً هذه الأسرة بكل تأكيد وسيخرجهم من الفقر والبؤس يلا عونهم أعطيهم حتى أعطيوا هذه الأسرة أمدوا هذه الأسرة بالمال حتى تتوصل بنت 18 سنة فللأسف يعني الحلول السهلة الحلول السهلة ميصورة الإنسان عنده فمه يقول ما يشاء لكن عملياً ماذا فعلت هذه الجمعيات من أجل الوقوف بجانب القاصرات الفقيرات البائسات البائسات مدياً ماذا فعلت لا يمكن للزناء أن يكون حلالاً في بلاد أمير المؤمنين لا يمكن لا يمكن مستحيل فكيف أنا أتوقع بأن العلاقة الرضاية علاقة الرضاية هذه تسمية في غير موضيها العلاقة الرضاية فلان أراضي بفلانة أو فلانة في فندق أو في شقة يمارسون الفاحشة والزنا طبعاً طبعاً هو الشريعة الشريعة الإسلامية أمرنا لا نتجسس على أحد أنا الآن أحدثكم هل أنا أعلم ما يجري في هنا أو هناك أو هناك في هذه الملايين من الشقاق لا أدري حتى وإن ضريت فلا يخصني في ذلك شيء لكن الأن هؤلاء هم ليسوا مع هذه الحرية الحرية الإنسان من يبتلي منكم بقادرة فليستتير لا هم ليسون هم يريدون شرعانة الزنا يريدون رفع التجريم عن الزنا الذي يسمونه بالعلاقات الرضاية ثم في نفس الوقت لا يقبلون تعدد الزوجات حتى وإن أدرجوا واقعاً في العلاقات الرضاية الزوجات الثانية والثالثة ليس علاقات الرضاية لماذا لا يعتبرون هذا علاقة فليعتبروا علاقات الرضاية عدم تجريم الخيانة الزوجية جريمة في حديث عدم التجريم جريمة عدم التجريم جريمة ربنا عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل بأي منطق أنا المسلم بأي منطق أبيح الزنا بأي منطق فليبيح الزنا في الدنمارك أو في النورفاج هذه رمم لك هذه المملكة لا يفهموا هذه الناس هذه رمم لك مملكة إسلامية شريفة على رأسها أمير المؤمنين سليل النبوة سليل الشرفة فهمتش هل يعون هل يفهمون فيما يخوضون أو لا يفهمون من فهمتش من حاول أن يعدل نظام الإرث الذي شرعه الله عز وجل وطبقه الأمة طيلة خمسة عشر قرنا أقول له أنت تضرب في حديد بارد تصيح في واد وتنفخ في رماد قول الله سيظل هو القول الحق والفصل والفيصل إلى يوم القيامة تعصف دين ديريش فيما نحن فيه لم نخرج من الموضوع الموضوع هو كل ما يتعلق بمنظومة الإرث وتقسيم التاركة في الإسلام لا يمس لأن هذه أمور توقيفية معنى توقيفية أي أن فيها النصوص فيها النصوص التي لا يسع المسلم ولا المسلمة إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلك المصير سمعنا وأطعنا أي بلغنا العلم ونطيعه تطبيقا ما نحن تعصيب هذا قتل بنت بنته ولكن عند أعمامها وعن ما غير ديلها لا تخربق هذا هذا لا تخربق هذا لا تخربق هل هل أنتم أعلموا أم الله هذا السؤال دائما أطرحه وعلى هل أنتم أعلموا أم الله يجاوبوني غير على هذا السؤال والله إذا أجابوني عن هذا السؤال بما يفيد العلم والمنطق والمعقول والله لا أترك هذه الميكروفونة إلى يوم الدين هل أنتم أعلموا أم الله بس إذا كان الله أعلم هو الأعلم دخلوا سوق رأسكم إذا كنتم أنتم أعلم قلوها للشعب المغربي قلوا له نحن أعلم من الله قلوها له نحن أعلم نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلوها له ولكن أنا كل تفاؤل أرجع إلى ما ذكرت وأنا أني ما دام شوف ما دامت هذه البلاد يرأسها أمير المؤمنين وما دام أمير المؤمنين مصرا على الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وضع المجلس العلمي الأعلى كطرف في هذه المسألة فلا خوف على هذا الدين في هذه البلاد الشريفة أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ ملكنا وأن ينصره نصرا عزيزا المؤذرة وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء كان مديا أم فكريا أم سلوكيا أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكره آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر